انتقال جديد لشكل المعركة في تعز وعودة للمواجهات في المحافظة التي تمثل الجزء الأكثر حساسية وتأثيرا على الخارطة العسكرية في البلاد ميدانيا حققت ألوية العمالقة تقدما في ريف المحافظة وتحديدا في جبهة الكدحة بمديرية المعافر وقالت مصادر ميدانية إن معارك عنفة خاضتها الألوية مع ميليشيا الحوثي تمكنت خلالها من السيطرة على اتباب الحمراء وجبال الشهداء ومناطق عديدة في اتجاه مديرية الوازعية أما في الجهة الجنوبية من ريف تعز تمكنت قوات الجيش من فتح الخط الرئيسي الرابط بين مديرية حيفان وطور الباحة على حدود محافظة لحج الجيش مسنودا بالمقاومة شن هجوما واسعا على مواقع يسيطر عليها الحوثيون في حيفان وحرر مناطق العذير والقطعة وحارات في عزلة الأعبوس وفيما تمثل معركة تعز أهمية استراتيجية في كونها إحدى أهم نقاط الوصل والفصل الجغرافي في الشمال والجنوب تسعى ميليشيا الحوثي إلى إحكام القبضة على المحافظة بوصفها مركز ثقل جغرافي وأيضا سكاني يسيطر على خط المواجهات ككل تعود المعارك في تعز لتعيد معها التدافع الأحداث العسكرية في مناطق الساحل وغيرها وبما أنه لا يمكن فصل القتال في تعز على خط المواجهات العسكرية شمالا وجنوبا يقول المراقبون إن حل عقدة تعز يعني حل عقدة الملف العسكري ككل وتحرير العديد من المناطر